وعاد إلى أرض الوطن بسلامة الله سبحانه وتعالى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وده بعد مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي واللي كانت عقدت في العاصمة الفرنسية باريس الحقيقة أنه فخامة الرئيس يمكن ألقى أكثر من كلمة فيها أكثر من رسالة خلال مشاركته في هذه القمة من بينها على سبيل المثال أن الأزمات اللي عصفت بالعالم خلال السنين الثلاثة اللي فاتوا فإنها تسببت في أعباء أكبر على الدول النامية هذه الدول ما كانتش هي المتسببة في المتغيرات المناخية ولكن أصبحت هي الأكثر تضرورا منه كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أدوا لارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وأصبحت مسألة وإشكالية الديون بتتنامى بشكل خطير في نفس الوقت حصل تضاؤل في الجدوة المنفعة اللي جاية من المعونات التنموية رئيس كمان حقيقة تكلم على ضرورة إصلاح هيكلي للهياكل المالية في العالم أو العالمية وده علشان نقدر نعمل تعزيز حقيقي وتمويل للتنمية المستدامة وإنه لازم يتم اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى يعني بالآخر الرئيس يحذر من أزمة ديون كبرى لا نستطيع السيطرة عليها لا نستطيع السيطرة عليها بمعنى آه جماعة بمعنى أن الاقتصاد العالمي هتوقف الدول هتصبح غير قادرة على السداد أنا بكلمك على أكبر دول العالم مديونة بتريليونات الدولة الوحدة بتبقى مديونة بتريليونات لو كلمتك بقى على أمريكا على اليابان على فرنسا الأرقام تخوف يعني التريليون وانت طالع وبالدولار طبعا وعليه لو تفقمت الأزمة اللي اقتصادها يتوقف لأنه هتصبح الدول غير قادرة على السداد طيب وإنه وده جزء من كلام الرئيس الحقيقة وإنه تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز الحوار بينها وما بين وكالات التصنيف اللي اقتماني من شأن ده أنه يحلحل من هذه الأزمات يخفف من وطقة هذه الأزمات وتكلم على تحديدا مصر وإنها قدرت أنها تنجح والحمد لله في إدارة خطة ديون تمويل البرامج الخاصة بحماية البيئة الرئيس دعا شركاء التنمية ودعا مؤسسات التمويل الدولية لتفاهم الموقف المصري في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة وده فورا بعد التحديات اللي وجهتها مصر خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الدول الأكثر تقدما وعدت بمئة مليار دولار علشان يحصل تنفيذ طبعا ده بشكل سانب علشان يحصل تنفيذ للقرارات التي خرجت من قمة المناخ وده لمدة سبع سنين ولكن حتى هذه اللحظة ما فيش طيب بما إنه ما فيش فللأسف الشديد الدول النامية هتفضل تصدر هجرة غير شرعية لأنها فاقدة للأمل مصر من بين هذه الدول النامية مصر أوقفت الهجرة الشرعية لكن في نفس الوقت مصر أصبحت مكان لتسعة مليون ضيف على حد تعبير الرئيس نحن نتكلم على دول حصلت فيها أزمات ومشاكل وبالتالي مواطنين كتير من هذه الدول يقدر عددهم تقريبا بتسعة مليون موجودين عندنا في مصر أهلا وسهلا على عيننا وعلى رأسنا بس الدول كمان المتقدمة لازم تبقى فهمة إن هي على عاطقها مسؤولية الرياضة ترجمة نانسي قنقر